اشتركوا في القناة اصدت طبيب رأسه ومالة وابتسم وقال لي ليس سوى قلم فقلت لا يا سيدي هذا يد وفم رصاصة ودم وتهمة سافرة تمشي بلا قدم هي دي تهمتنا الوحيدة الكلمة اللي بنقولها تهمتنا الوحيدة اننا بنحب البلد دي وخيفين عليها تهمتنا الوحيدة اننا بننقل الحقيقة ونفضح الفساد وننصر كل مظلوم مش مهم يكون المظلوم ده مسلم او مسيحي اخوان او بيحب السيسي الحياة انا عملت فرق اخوان بيحب السيسي المهم عندنا اننا نرفع صوته ونسمع الدنيا كلها مشكلته ونفضح الظلم اللي تظلمه وده اللي بنعمله كل يوم في برنامجنا وده اللي عملناه بارح لما تكلمنا على الظلم اللي وقع على طالب في جامع الدمنهور والحمد لله كنا احد الاسباب في رفع الظلم عنه النهاردة اتلغى قرار الفصل ورجع الطالب ده لكليته مبروك للطالب وعايز اقوله خليك عند وعدك انا قلتلك هترجع بكرة او هترجع الجامعة تاني وخلي امك تدعيلي يا طارة دعيتلي نشوف كده جامعة دمنهور لغة قرار فصل الطالب والطالب بدل ما يشكرنا شكر السيسي سلام عليكم نصبر ديها بس الناس تخش كده عشان كله اعمل شير عشان الشكر ده لازم اوصل لكل الناس طيب بداياتا بقى احب باشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وباشكر وزير التعليم العالي دكتور خالد عبدالغفار والخلوق المحترم دكتور عبيد صالح بصراحة انا ما كنتش متوقع منه انه يحصل ده كله انا جاي النهاردة فقدم التظلم لقيت يعني مقابلة ما كنتش متخيال على درجة ان انا مش مستني حتى اطلع اكلمك وانا موجودة عنده حالية يعني انا مش عارف اشكره ازاي شكرا ان تدخل لمشكلتي شكرا انه حلها يعني وبحب كمان اشكر كل الناس اللي ساعدتني وكل الناس اللي دعمتني انا من غيركم ما سواش حاجة ويا جماعة انا بصراحة علن ان بقولها على الهواء دكتور عبيد صالح بضوع الحق الطلبة انا حاس ان لما جيت كنت مفكر انه هلاقي بقى زعي وكلام ده والدي بيكلمني والله العظيم والله ما بطب لحد ولا بتكلم في انا بقول كل الحقيقة تمام انا حابب بشكر السيد الوزير دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وبشكر دكتور عبيد عبدالعاط صالح رئيس الجامعة انهم تدخلوا حل المشكلة احب ابشر كل الناس اللي دخلت دي وكل الناس ده ان صوتنا وصل وان فيه ناس مسؤولين محترمين في البلد والحمد لله الحمد لله تم حل المشكلة ورجعت كل ايتي ويعني مش عارف افرعكم ازاي والله انا مبسوط جدا مبسوط جدا بكل الشعب وكل الناس وكل يعني اقولي بس شكرا 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 شعب مصر العظيم شكرا شبابنا شكرا اهلنا البلد دي فمسؤولين والحمد لله خدنا حقنا واي حد الحمد لله انك رجعت بالسلامة والحمد لله ان مستقبلك مضعش بسبب سوري هو كان مستقبله هيضيع بسبب ايه اه هم رافضوا الطالب ده ليه معلش زي بعضه نرجع قبل ما نزيد كده في الفرحة الطالب ده كانت رافض ليه بدل ما حد يفتي خلونا نرجع لجواب الجامعة اللي فيه مبررات رافض الطالب ده جواب الجامعة اللي رافض الطالب ده بيقول اهو اسم الطالب مصطفى محمد مصطفى محمد شعلان مركز شبرخيت على فكرة بالمناسبة يا علي انا افتكرت عارف مركز شبرخيت ده طلع مين طلع المغني العبقري محمد عبد الطالب ده بالمناسبة يعني مركز شبرخيت بعد كده ايه ايه السبب يعني اه قرر مجلس التأديب باغلبية الاراء بمجازات الطالب بفصله من الكلية لمدة عام جامعي قرر مين يا فنم لا 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 ارجع تاني بس قرر مين يا فنم مجلس التأديب يعني عقد مجلس تأديب للطالب ده والطالب حضر مجلس التأديب مش كده ولا انا بجزب ما حصلش قرر مجلس التأديب باغلبية الاراء مجلس التأديب اساسة الجامعة انهم يرفضوا الطالب ايه السبب بقى نشوف كده السبب كما ورد في مذكرة الكلية قام الطالب مصطفى بالفرقة التانية كذا كذا بإثارة البلبلة والزعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال مداخلته بأحدى القنوات التلفزيونية حتى يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وقوى الشر الحريصة على تشويه الحقائق لتحقيق مآرب سوداء من خلال قلب الحقائق وتشويه إنجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا وإظهرها بصورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة جائحة كورونا بهدف النيل من مصر الحبيبة واحد ما هو غير حقيقي عن كل التجارة جمع دامنهور والتقاط صور لا تمثل الواقع بأي يتصلة بل هي حالة فردية مأخوزة من إحدى القاعات لعدوة هيئة تدريس تحرد الطلاب وتصر على عدم على ضم المجموعات لأهداف شخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمام؟ الطالب المذكور يا حضرات الجامعة بتقول إنه كدام وإنه يهدف إلى إسارة البلبلة والزعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور وإنه الحاجات دي هتستغلها خفافيش الظلام وقوى الشر وهدف نيل من مستنى الحبيبة إيه كل التهم دي؟ إسارة زعر بلبلة إلخ 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 كل ده عشان الولد ده اللي لسه دقنه ما نبتتش طلع اشتكى في قناة حكومية مش معارضة وطلع حذر من اللي بيحصل في الجامعات وحذر عشان صحة الشباب المهددة طب معلش سؤال تاني هو ترفض ازاي؟ قالك عملنا لجنة تأديب حلو قوي اترفض بلجنة تأديب وللموضوع مزاج الدكتور صالح عبيد كده بقى نتطمن عن نظام التعليم في مصر والمؤسسات اللي بتدير البلد ومستقبل عيالنا السؤال بقى لو تعملت له لجنة تأديب هل الشاب ده حضر اللجنة ولا اللجنة خلت القرار غيابي كده اتنين بقى ده السؤال الاهم هو الطالب ده رجع ازاي؟ يعني اتعاملت لجنة تحقيق وحققت مع الولد وطلع عرفنا مين الغلطان في الاخر الطالب ولا الجامعة طلع كلامه صح ولا اكاذيب شائعات ولا حقيقة وايه مبرات العودة؟ انتو كتبتوا مبرات الرفض ايه بقى مبرات عودة الولد؟ هل اصدرت الجامعة بيان قالت فيه ان احنا رجعنا الولد ده لأسباب كذا؟ ولا الجامعة رجعته كده؟ الجامعة دي اصدرت بيان قالت فيه رفدنا ليه؟ طب هل اصدرت بيان قالت فيه رجعنا ليه؟ وهل لما الطالب رجع من نهاردة معنى كده ان الجواب بتاع الجامعة غلط؟ والولد ما بيصيرش البلبلة؟ ولا الزعر؟ ولا خففيش الظلام؟ انا سؤال الرئيس بجد احنا في نظام؟ ولا في طبونة؟ حد يرد ويقول لي الطالب ده ترفض في ايه؟ ورجع في ايه؟ ومين الغلطان؟ وايه مبرر رجوعه؟ للأسف ما شفناش مبرات لكن اقولك الطالب ده رجع ازاي؟ المبرر الوحيد يا سادة لرجوع الطالب ده ان الامن الوطني تدخل والامن الوطني اتدخل اتدخل ليه بقى؟ عشان احنا تكلمنا عن الطالب ده خففيش الظلام قوة الشر ده اللي بتسمينا الجامعة كده وده اللي قاله الطالب مبارح مع عمر قديد وده دورنا اللي بيقوم بيه مش مهم اسمه ايه الطالب ده ولا مهم ديانته احنا بنقوم بدورنا ومش منتظرين حتى منه شكر ومتوقعين منه الشتيمة لكن كل سعادتنا اننا نشوف بلدنا في احسن حال وعشان نتأكد او تتأكد ان السبب الامن الوطني هو اللي رجع الطالب من غير لتحقيقات وولد يوله اتفرج ازاي استدوع الولد بسرعة عشان يشتم فينا واصلت هجوم بعدها عشان اتكلمنا وحذرنا من الخطر اللي بيهدد صح الطلاب الجامعة بسبب عنادي الحكومة اتفرج على الفيديو ده كده انا كنت رافض اي لقاء اعلامي لكن انا طلعت محاضدك لان لاني لاني حاجة حصلت احاز اقول لحضدك بيه دلوقتي انا شفت بعض القنوات القنوات الخوانة اللي هي مكملين والراث والحاجات دي بتزيع الموضوع انا بطلب ان الموضوع بتاعي بشكل ياسي باي طريقة اعلامي الخوانة ده ما يتكلمش فيه هم 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 يا مصطفى بيستغلوا اي حاجة بيستغلوا اي حاجة ويستخدموها ويتاجروا بيها انما احنا هنا في مصر بنحل قضيانة مع بعض ونقدر نوصل فيها الحل احنا مش محتاجين اعلام عشان كده احنا مكلمين لا يا موالا يا عمر ما تبقاش كاداب انتم مكلمينوا يا عمر عشان احنا اتكلمنا عليه انتم اتكلمتوه واستدعتوه مخصوص عشان البرنامج ده اتكلم عليه اون تي فيه طلعت قالت ان هم قلبوا الطاولة على قنوات الاخوان وكان ده تعليق على الطالب ده نشوف كده اون تي فيه طلعت قالت رسمي احنا قلبنا الطاولة عليهم عايز تتأكد كمان اهو ادي اون تي فيه الفكرة بقى ان فيه صفحات وقنوات تابعة لجماعة الاخوان الارهابية كالعادة استغلت موضوع مصطفى وبدأت ترويج له من زاوية انه شوفوا الجامعة ظلم الطالب عشان قال كلمة حق بس اللي الجهات دي ما عملتش حسابه هو ان مصطفى نفسه طلع رد وقلب عليه مترابيزة مصطفى عمل مدخلة تانية مبارح مع عمر اديب وعشان يعلق على قرار فصل واول جملة قالها انا طالب مصري واي قرار صدر ضد دي من جمعتي انا متقبله تماما ولوليه حق هعمل كل الاجراءات الادارية اللي هدافع بيها عن حقي وحذر اي قناة او صفحة تابعة لجامعة الاخوان او جامعة الانها تستغل لمشكلتي باي شكل سياسي عايز كمان تتأكد اتفرج على النباطشي اعلام السيسي وبيقولك نزل ولادك لامتحانات رغم كورونا وبيهاجمنا عشان بنقول الحقيقة اتفرج على النباطشي عمر اديب حياتنا في خطر الحقون احنا بنموت انتوا عارفين بالا اربع خمس تيار وبلاش امتحانات احنا بنموت وحصلت طبعا السنة اللي فاتت لما قالك طلبت كلية الطب بيموت حياتنا واروح كل ده تعودنا عليه خلال لحد مايتو ولا حد جراله حاجة ولا اي حاجة والدنيا مشيت كويس فهذا الامر لن يتم استخدامه لاغلاق البلد كمان فاللا انا بس بقوله ايه انه نشوف الحكاية ما نحسسش الناس انها لو قالت رأيها ممكن يجرالها اي حاجة ايه وانا ما ينمنيش اي حد على فاكرة انت لو سويسرة هيطلعوا كل يوم يقولوا برضو حيلاولك حاجة تعارفين نظري هبته وكمان بتقول صباح الخير تعامره دي بطلع بطعو اي حاجة فلو البلد بتبرق هقول لكو يا بتبرق ليه لو مضلمة هي مضلمة ليه لو منورة هي منورة ليه لو عملت كو انت عملت الكبري ليه لو هديتك انت هديت الكبري ليه كل حاجة هتبقى ليه لانه هي دي شغلته هو بيدفاع له فلوس علشان يدور على اي حاجة يقوله لانه كل يوم حل من المنطق انه في حد يقدر يطلع كل يوم ويلقى حاجة مصيبة يكمع ولازم يلقى كل يوم مصيبة هيكلفة هيجب من اين فبيبص عليه على الهاشتاج روح بصص على الهاشتاج بتاع مصد لأ في الوالد هاشتاج من مراوح هاتو ايه الحكاية ايه الموضوع اه وهو حالو سيبك من كل ده عمر الحمد لله الولد رجع ان شاء الله بكرا نفرح بيه لما بدأ انه تطلع حتى لو كان التمن انه شتمنا وانه هاجم علينا لكن احنا كل اللي همنا حاجتين يا عمر انكم تجاوبوا على السؤال الرئيسي اللي سألناه احنا في نظام ولا طابونا والاهم تجاوبنا يا عمر انتو حلت المشكلة ولا لسه المشكلة يا عمر انه غبي لان مشكلتنا ما كانتش الطالب اللي اترافد مشكلتنا الطالبة اللي الطالب اترافد بسببه يعني الطالب ده طلع فيديوهات وصور لزحمة وقال ده خطر وكورونا دي كانت المشكلة الرئيسية بسبب المشكلة الرئيسية دي صالع ابيدع رئيس الجامعة الغبي رفدوا احنا تكلمنا على الطالب اللي كان فجر المشكلة السؤال بقى حلت يا عمر المشكلة حلته مشكلة اولياء الامور اللي بيصرخوا ولا الموضوع كان مجرد استرداء للطالب عشان مصر النهاردة كلمت عنه والباقي مش مهم حلت يا عمر حلته مشكلة التكدس في الفصول بتاعت الجامعات حلته يا عمر تكدس الناس فوق بعض في جامعات مصر ولا خدتنا في حارة اسمعها مصطفى اللي ده انه لسه منبتتش احنا مشكلتنا مش مصطفى مصطفى كانت مشكلة فرعية وتحلت والحمد لله وامها تدعي لي انما مشكلتنا كانت التكدس يا عمر ده مصطفى لكن في عشرات الالاف من الطلبة فوق بعض وامبارح ورنالك ده حلته المشكلة دي طب احنا بقى يا عمر هنتكلم عن الباقي وياريت زي ما حلته مشكلة الطالب ده تحل مشاكل الجامعات والمدارس والطلاب المتكدسين فيها وصرخات اولياء الامور عمر انا اهديك يا عمر بقى الفيديو ده تلاميذ فوق بعض في المدارس لاجراء امتحانات العمل ايه رأيك في ده يا عمر خد يا عمر الفيديو ده خد يا عمر ده زحام قاتل لطلاب اثناء امتحان كلية الزراعة بجامعة اسيوت بالتزامن مع شراشة الموجة التانية لكورونا عندك حاجة تاخد فيها يا عمر خد ايه رأيك يا عمر حليته المشاكل دي طب نروح كفر الشيخ تعالى تفرج على امتحان شافوي في اداب كفر الشيخ اتفرج في دولة يا عمر بتحاسب على الكمامة في دول العالم اللي بتعمل حذرة جوال وبتقفل بلدك طبونا بزرميت وخليت كل المشكلة كعادة الاعلام بتاع الدكتاتور بقت المشكلة مشكلة الطالب اترفض ورجع لأ احنا مشكلتنا الاساسية ده الطالب دي مشكلة فرعية يوم ما تحل الحاجات دي يا عمر ابتعالي افوشي يوم ما تحل المشاكل دي يا عمر ابتعالي واجهني مش انك انت رفض الطالب على طريقة الطبونا ورجعته على طريقة الطبونا انجاز على الاطلاق مش انجاز وده لا يخف عليك ان احنا فرحانين وتوقعنا مبارح انا مبارح ارجع لحلقة مبارح توقعت ان مصطفى راجع ليه؟ لان انا اتكلمت عنه انا اتكلمت عنه يا عمر وانا عارف ان انا بهدد امن للوطن بتاعك وعارف كويس قوي ان اعلامك هيجيبه زي يوم ما اتكلمت عن الدروس الخصوصية اللي فوند تيوليب وصحيته وزير التعليم بالليل وجبته معاكم لان انا اتكلمت عنه والنهاردة هنتكلم عن الدروس الخصوصية بتاعت الجيش اللي بقت في شركة سياحة طب يا عمر خد ادي مطالب بإلغاء الامتحانات وحياة ولادنا اهم هل الناس دي يا عمر مدفوع لها برضو؟ مطالب بإلغاء الامتحانات حياة ولادنا اهم وخبراء الورق بين العدوى هل الناس دي مدفوع لها؟ طيب لان النتيجة لكل اللي فات اصابات بالجملة ادي استغاث الطالب في جمعة كفر الشيخ مصاب بكورونا اثناء الامتحانات بيناشد المسؤولين انهم يلاقولوا حل عشان ما يسقطش في الامتحان مصابات قفر الشيخ وعندي كورونا وعندي امتحان يعني مفروض بقى ان اروح امتحانة عادي جدا جدا عادي انك تروح الامتحان تقدي بقى وتصيب اي حد قابلك بالفيروس والمفروض اصلا الفيروس اللي جاي ده جالي من الجامعة لاني هو اروحش في حتة بقى يعني من اول بيت الدراسة من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة يعني فوارد جدا انا كنت مصبت من الجامعة يعني من اي حد بقى عندي هنا في الجامعة جامعة كفر الشيخ عميت جامعة هندسة توفى موعدين وده قطرة في الجامعة مصابين بالفيروس الوضع هنا سيء وده فيروس منتشف في الجامعة واحنا عندنا امتحانات يعني مفروض نروح الامتحان بقى نصيب اي احد قابلنا ولا نقعد في البيت عشان ما نشيل المادة ونعيد السنة يلا يا عمر شدي حيلك شدي حيلك حلي مشكلة الطالب ده اللي بيقول لك جامعة كفر الشيخ واسادزة وغيره عندهم فيروس كورونا طب يا عمر لو الولد ده انت مش مختنع به خد اللي بعده قادي بوستهو حد كاتب حسبي الله ونعم الوكيل ابني نزل العمل النهاردة وكان كويس الصبح رجع من العمل تعبان بعد ما راح عرفنا ان في حالات اطفال كورونا في المدرسة والمدرسة لما عرفت تواصلت مع المسئولين ولغوا امتحانات العملي بس بعد ايه انا هاقتص منك كهم القيامة واجع قلبي على ابني وتعب وتعب عصابي عند الله حسبنا الله ونعم الوكيل عايزي تاني يا سيادة الوزير منك لله هتتحاسب يوم الايام على الارواح دي لما انت هتنزل ولادنا في زروة الوباء اروح فين انا بقى منك اقرى ايد الوقتي اروح فين انا منك انزل اقرى الكلام يا راجل لما هتنزل ولادنا في زروة الوباء يمتحنوا ورقه امال كنت عامل خمسين منصة الكترونية ليه توقيت الامتحانات في زروة الوباء كارثة صحية حسبنا الله ونعم الوكيل وقادي صورة ابنه زي ما انت شفتها كده ده قادي البصد ايه عمر ايه رأيك الناس دي مدفوع لها الولد ده ممثل جايبينه يمثل عشان ينال من سمعة مصر الحبيبة الولد ده ممثل مدفوع له عشان يسير الزعر والبلبلة الولد ده ابوه مدفوع له عشان قوة الشر وخفافيش الظلام تب خد البصد التاني ده برضو الولد والبنت ابوهم بواب اسمع كده الولد والبنت من مدينة ناصر عندهم كورونا والدكتور قال لازم يتحجزوا حالا البنت اخرت العدوة من مدرسة ورجعت البيت عادت اخوها وابوهم بواب يعني مش هيقدر على مصاريف سعف اي مستشفى خاص والدهم بيستغيث بالمسؤولين ولادي بتموت حد يلحقني احنا مش طالبين فلوس كل اللي محتاجينه مستشفى ياريت اي مسؤول يشوف الكلام ده يستجيب وينقذ ولادي احنا محتاجين مستشفى مش فلوس بالله عليكم إلحقوا العيال بتموت مننا دول ولادو اطلع بالصورة عم حللنا مشكلة الراجل ده الله يخليك